كنا كنا نعرفو بلي أنا هو سن المراهقة وواحد السن للصعيب بزاف إذا ما كنتي شابتة وكابرة على واحد الأسس أو على واحد الساس اللي هو قاسح مع الحفظ ديال مولانا تقدري في أي لحظة طيحي وهذه الطيحة من تم ما كتب ذلك تبني لك لمستقبال ديالك خصوصا إذا حليت عينيك وسط واحد العائلة لكلها المشاكل وللأسف ما كنا نختاروش العائلة ديالنا حكاية الليلة تستحق الاستماع باش تستفدو من العبرة في الأخير ديال صاحبة الحكاية اللي هي لامية واللي في سحة من القلبة في التفاصيل ديال القصة سلام سلام ورحبا بيكم معنا في حلقة جديدة من هذه حكايتي المؤنسة ديالكم عادت إليكم من جديد دائما وآبدا شاء الله تكونوا بخير والأخير ومركم هاني أحوالكم طيبة إذا كنتش يجد على القناة نقول لكم رححبا بيكم وارسينا وإذا كنت من أهدار راك عارف بلي أنا أهدار دارك فاخر ما تطلش عليكم أكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنابدأ أنا لامية اتزاديت وسط عائلة فيها تمنيات ديال الخوط ومامو بابا كانوا المشاكل ما بالعائلتين لأنا وخالتي مزوجة بعمي وعمي كانت يخونها وفاشت واجهوا كانوا كي ضربها وعلى ما قالت واحد جارت خالتي أنها غادي ضربها واحد الليلة مزيان لأنا ذاك مازال ما كملتش فيها حتى الربعين ديال الولادة ديالها هنا غادي توقع حادثة تيقول لنا رجل هب لأنه كانت كتقدر تضاع الولداء وهي تشد فيها في اللحظة العافية ديال البوطة الدوها السبيطر كنت بقى كان عقل على ذاك الليلة الكحلة فاجدخلت عندها ماما ما بغتش تتبوح لها بالحقيقة بللي أنه هو رجلها اللي حرقها واللي هو في الأصل العمي حيث هي كان ديما كانت تعاود لماما بللي أنه تيكرفسها وتيذر لها بزاف ديال أمور اللي ممكن يكون مول فعلا تاديك الليلة المهم مسكينة حرقها وتشوهات وديما كانوا تيشبهوني لها في الخليقة لكن مسكينة قاومات وفي الأخير ماتت فش هي ما تتختي مسكينة بحي لجاه واحد لمرض عقلي تعقدات بدتك تشرق حويجا ولا تكتحرقهم ولا تفحل لها ماشي هي هاديك وبما أنها كانت تقرأ في مدينة واحدة أخرى فمشت جابتها ماما ولا تكتقول شي إذران لي ماشي طبيعي وماشي منطقية حيث مثلا كتقول هم تابعيني هم شافوني هم غاديديروني وما يهجموني هم غاديقتلوني شو هي بدتكتقول بللي أنه عمي كان كيتتعدى عليها في الماضي ولي هو راجل خالتي اللي ماتت وقالت بللي أنا وخالتي اللي ماتت محروقة في خبارها هادشي وكانت كتقول لها غير صافي سكتي هاد أختي كانت كتتمشي كتعاون خالتي في ولدها قرية الدكتورة وحتى عين من نفس خدمات وكانت كتتخلص مزيان ولكن تدخل خلات واحد شوية لا بزاف ماشي شوية شحل من المرة قديت نعسف سبيطار حتى كتتولي شوية وكتعاود كتخرج وكيتزاد علي الحالم جديد وعاود كيدخلوها حياتها كلها مخربقة كتشري الحويج وكتعاود كتعطيهم وكتلحهم وكتشري البسيات والتليفونات وكتمشيت لحهم حتى كتبعها ماما وكتمشيت تاخدهم ماما في قمة العذاب نا هي كان حتى أخويا حتى هو غدي جيب حلم مرض عقلي حتى هو قيدخلو كيخرج في الكلام غيبديه بابا البلاد معاه لغ ما فين غاديستقر أنا حليت عيني على هاد المشاكل ضار بابا كانوا كيدروا دك شديل سحر وبزاف تيقول ماما بلي أنه را سحر اللي كوم را عائل تراجلكم ماما شحل من المرة لقات الكتوبة وبزاف دي الحويج والتفاصيل لإثروا علينا احنا كاملين لخوت وأنا كن شوية حساسة درجة أنه شحل من المرة غدي ناخد دوايات ديولي باش نتحر متشردين بمعنى الكلمة والتشرد ماشي في الماكلة أو لفسكنا لا حنا بدارنا وبخيرنا ولكن ديك الأسرة المجموعة عمرنا ما حسينا بها ديما الصداع وعندنا المشاكل وعمتي ديما بخاص مع معبا وكي يجيو حدا الدار وكيبدو كيعيرو شحل من المرة ماما مشات عند الفقهة باش تبطل السحر كل شي تتفق باللي أنه عائلة بابا هي السبب أخويا اللي شبهت خلخل كانوا تيقولوا لها بلي أنهم يمكن أول مرة ستسمعوها بلي أنه دافلي اللي فمه فاش كان صغير ذك شي باش مرض وتيقولوا لها بلي أنه وبنتك راه مرضاء صغير بالسحر اللي جديد أنت عن النهار قد الحقيقة أنت عمي بلي أنه كيتعدى عليها أنا وليت كنكرهم وليت قبيحة معهم وما بقيش حتى بغى أن يسلم عليهم نهائيا بما أنهما مدرويشة كتعيا فيها لمية سلم عليهم غير باش ما يقاديوكش ولكن أنا ما كان قدرش تنكرههم من عمتي الكبيرة الصغيرة فيهم ومع ذلك ما تنحسوا حتى كلقوهم وقفين علي نفسي مناسبة المناسبة اللي يجو فيها تترون المشاكيل وذلك الشي تتعكس لواحد درجة بحال مثلا هذي كختي اللي مريضة يزويونها ما شاء الله وش حال من واحد كي يجي كيخطبها وتيخلي وحتى النهار الرئيسي ويقولوا لها رتيبة لنا سبع قدام داركم أو لرى شي حاجة كتحبسني قدام داركم شي وحدين تقولوا شي غضراء اللي ما يمكنش تستوعب وانا كون ما كونش اختها ما كونش غادي نتيق وما كونش اسمعت دوك المساجات وانقريتهم إذا شي حد تعود لي هذي ما كونش غادي نتيقو أخواتي الآخرين تزوجوا وخاوصت المشاكيل وحدة نهار عرسها را غادي يموت فيها ولد أختي وحدة أخرى في نهار عرسها ما جوش عائلة رجلة كانوا معاها بخير حتى وصل النهار حفلتها وجو عمامتي اللي ما كان ناش كان عرضو عليهم أصلا إلا إذا كان تعيت لهم بابا بتخبية معا هو تي يموت على عائلته وختي ذيره تشاويد تيقول لا دور عائلتي ممكنش نفرد فيهم علما أنه عمرو ما تربى معاهم ولكن معا واحد خاله دكش باش عقليته ماشي بحالهم ولكن هو تيقول ليك هذوك أخوتي ما نقدرش نتفرد فيهم المهم جاءت القرية بديت كان كبر وتنقرأ وغادي نتعرف على البنات بالأشكال والأنواع هالي خيبة هالي كانت كمي هالي كانت خرج أنا دخلت في مرحلة ما بقيش كان اختارت صديقات باغا غير متلف عمرش وحدة داتني بزز ولكن انا اللي كنت كانت صاحب معاهم ما عارفش علاش وخاء دارنا ماشي من المستوى ديالهم وكننا زعمى محافظين عندي واحد خوية امام ووحدة اخر تقرأ الشريعة المهم العائلة ديالي محافظة ولكن انا كنت تعرف غير على البنات الفسدات غادي نشوف معاهم شي حويج لي ما عمرني ما شفتهم في حياتي في حياتي كان نخرج معاهم وكانت ظروع معاهم وكانت رافقت معاهم مشينا بالبيسينات مشينا للبحر وكانوا يحبسوني انا اللي كنت إغرار نتلف باش مبقيش مندخل ديالك وكانت بقيش من دهي كالدار اللي كاتب ليك حلوى والدر والدكات قدمتي بحيرة شعلة فيها العافية وقت مما كنت اندخل لها تلقى غير صداع وكانوا يحيون عليهم هلين فيي وانا هي صغيرة وكانوا يحبسوني على البنات ولكن انا اللي كنت كان جيبها راسي فراسي كنت نجيب ذلك البنات وكانوا يجريوا عليهم دارنا وكان مشي عندهم كنقول لهم لا غير اجيه المهم بقيت بحلاكك في نفس الوقت كنت كانت تعرف على دراري اللي كنت كانت خرج معهم ولكن الدري الوحيد اللي غادي نتعرف عليهم زيان وغادي نتطول علاقتنا بزوج كان اسمته إلياس تعرفت عليه وهو شفني مع البنات المسخين وكانت بينا النظرة اللي كان وقت عليا من الأول تعرفت عليه وبقينا بحلاكك واللي كي يجي عندي كان مشيل عندهم وبديت كان نحس بلي أنني كانت معاها المشاكلة دارنا كانت تعاودوا مع بعضنا وخاما كنشدك الإنسان اللي تسمع لي وكتحس بيه كي يبغيك ولكن أنا حسيت براسي بلي أنني مرتاحة معاه وتطلقت من جيته الضرجة أنني كنت كانت تعاود لي الأسرار ديال دارنا واحدة يامات وانا على علاقة به قلت لي يا الخليلة دياله اللي كانت قديمة وصفتت لي المساج بلي أنه كان في علاقة معها قبل مني وبلي أنه تيبغيها أنا في هذه اللحظة قديم بعد عليه ولكن هو بقى مصر وكيتبعني باش أنا نرجع معاه فاش رجعنا بدأ كي يطلب مني شي حويج لي كانوا مخلي للحياة بعض المرات كنت كانت أرفض بعض المرات كنت تنسكت حتى أولي تحصى براسي بللي أنني بغاه غير يكون معايا ويعمر عليا حيث ما بغاش ندخل الدار لدار رس كنت كان قوليه أنا ما دخلاش للدروس ديالي وغدي انتلاقى معاك واما مسكينة فاش عارفات بللي أنني ما تنحضرش للدروس بقيت عليا عليا شو ما عليك أنا مع الدبونتي كتديك تعذبيني أنا لم أكن كنت تتوقع هذه اللحظة طبقا نقول صافي وخا غضا غضا المهم بابا فاش كتروا علي المشاكيل وجدتي مبقاتش بغتجين عندنا خصوصا من ما تدخلتي كتقول لنا انتم مصروا بذيك العائلة اللي حرقوا لي يا بنتي ولا شي ما تحمل شي وحنا الوسط فبابا فاللحظة سيمشي العربية يعيش فيها وانا هاد شي زاد حقدني على الوضعية اللي أنا كنت قريبة منه جدا أغير كتشوفني كتبدا كتغوته بحيلة بغض ضربنا قلسي ديري فعلي تقدر تشير عليك بأي حاجة فيديها ولا دخلتي الاخرين كتتموت عليهم اللحنة وانا ما تنلمهاش لانه تأثرت ببنتها اللي ماتت لها بسبب عمي وتاصلته واللي هي تاصلتنا التحناية من بعد ما تأزمت الأمور عد خليل ولا إذا طلب مني شي حاجة كنديرها معاه من بعد المرات كنت كن بشي معها لدارهم بعد المرات كنت كن نرفض وكنبكي ولكن كنت يقنعني بلي أنا هو ما غاد يوقع والو ولكن فاش تنمشي عنده توقع اللي يوقع تل واحد النهار غاد ينفقد العدرية دي لي معاه هالشي اللي كان عند بالي قل يا صافي علمي داركم أنا ره باخك للزواج أنا وصداد شي كامل كنت عارفة راسي بلي أنا وتنذير شي حاجة اللي هي خيبة فكنت دي مكان صلي وتنبكي وتنطلب الله أنا ويسمح لي وما يخيبنيش ما كنش نوية أنا اللي حتضر نفسي موقف اللي هو خيب وما كنش عارفة اش متنذير للي أنا وكنت باقة صغيرة وعندي غير تسعتاش لسنة وما عارفة حتى شي حاجة وحتى هو كان صغير فيتني غير بشهورة وما كناش عارفين راسنا بلي أنا نهج يتنذيره راك خاطير ويقدر يخرج لنا على حياتنا يتنظر واحد شوية دي الوقت ويمشي عن طبيبا نسهول على راسي واش فعلا فقط العدرية دي لي قلت لي اسمعي يا لامية انتي يا بنتي ركي شبه فقط العدرية ولكن باش تحافظي على راسك ما تبقيش تعاودي نفس الغلط المهم غادي نقطع معه تخاصمنا بشهورة وبدأت كان نحصل عليه بزافة دي الخيانات المهم كنا براش كان نرجع وكان نحصل عليه ونسمح لي وتنقول ماشي مشكلة غير تيبغي يلبي لراسه دوك الحتياجات ديول الخاصة بقيت نتعرف على بناتو احد اخرين اللي كانوا تيكمي وتيسكروا جربت معاهم بشي لاقاطات وفاش كانوا كيعرضوني باش انا نسهر معاهم في الحنات كنت كنقول لهم لا غيصيروا انتوما وانا بلاش ولكن فاش كنا كنا كنت جمعوا في الدار عند واحد صاحبتي كنت كنا مشي معاهم كانوا كيديروا اعز الله قدركم الشيشة القر والخمر وقاح المو بيقات اللي كل وحدة فينا كانت كنت تعطي واحد القدر دي المال وكتتكلف وحدة انها تقدك شي وكنا غير صغارات مع بعضياتنا كل وحدة كنعلم بها الله ايها والمشاكي الجولة كنا كنقيلوا مع بعضياتنا تلسى دي العشية وفاش كتوصل لوقيتها تنمشوا للدار كأننا خارجي من المدرسة وتنقولوا الوالدين باللي احنا رأي الله خرجنا تلو واحد نهار قلت المو بلي انني غالي نخرج من المدرسة نهائينا ومقيتش قدع لها قلت لي اللي بغيت يا بنتي قلت مرة يحصلوني دارنا خارجة مع ذوك البنات وعرفوا بلي انهم مزياني شليا وكانوا يضربوني ولكن انا مع ذلك ما كانت تفرقش عليهم كنت شويان في الشوض واسرة حيث انتصرني بابا ولكن في شوامشة تمردت عليهم وما بقاوش يقدروا انهم يحبسوني على الخريج اذا حبسوني وصدوا علي الباب كان بقى كنقلب على السوارت حتى كنخرج كنت دسرة بزاف وما كانت تسوقش ليهم الا واحد ختي اللي كانت قبيحة كنت كان خاف منها اما الباقية ما كنت اصلا كنت تسوق ليهم الدرجة ان اخويا كنت يقول اللي بناتو ما تبقىوش رقصوا معها حيث كانت كان بان خيبة مصحبة غير مع الرافقة ديال السوء وخامة كنت كان بيليهم باللي انا كنت دير المبيقات المهم كتبان باللي انا انسانة مشي طبيعية المهم فاش خرجت من الدراسة غدي ندخل واحد السنطر في واحد الشعبة اللي ما عجبتني اش خرجت من ديك الشعبة واختاريت ان انا نديروا احد اخرى اللي غدي منعها ليا دارنا وقالوا لي يلا غدي ندخل على اساس باللي انا ندير الباتيسخي ولكن كنت كنت ندخل ديك الشعبة اللي هما كانوا رفضي اللي المهم واخا كنت مؤزمة نفسيا وكنت صغيرة في عقلي وطايشة مديتهاش في قريتي اختي كلهم تبارك الله قارين الا انا حتى ان اختي المستيع عندها سبع سنين فوق الباك وعندها الدكتورة ديالها اختي اول مريض كم القريته اختي واحد اخرتها هي قرية الهندسة اختي كلهم ما شاء الله قارين الا انا ولكن انا لي ماكنش بغى واحد النهار غدي تقول لي اختي اجيشو في هذه المدرسة الخاصة اذا بغيتها فيها شعبة واحد اخرى بغيت وبدو يخلصوا عليها الشهر وترافقت مع ابنات نقيات وبعدت على الاخرات ورجعت مع الياس من اول وجديد الياس اللي انا ذاك من بعد مدازه واحد سنوات خفاف بدا كيكبر وتيكبر لي عقله وكيبعد على البنات غادي ناخد ديبلوم ديالي وغادي نخدم وهنا انا و الياس كنا مرة مرة كانت تبدلوا التليفونات ديالنا وفاش كنت كتصوني عليه اهمه كانت كتلقاه عندي زع ما كتلقى التليفون دياله عندي بدت كل مرة كتتعرف عليا وكتجبل معايا مواضيع كنت كل مرة كتقول لي اعفك قولي لي انا ويبعد من البلية وفعلا كنت كنحاول انا بدوري انا بيحدول اذاك الشي ما تبقاش تلك ميو ما تبقاش تدير هذي ولا هذي شي مرات كنت يعيرني وشي مرات كنت يبلوكيني وشي مرات كي عاود يرجع معايا كنت كنحس بيه بحيلة تيبغيني وما تيبغينيش ولا مو الفني وما مو الفنيش مو اللي تمدخل معايا وكتعيط لي وكتسول فييا واحد نهار ماما قلت لي انا خدي نقول لك زوج كلمة نامية هذك الياس اذا كنبغيك يجي يخطبك اذا لا اعطي اهتساع لان اخوتك بدوك يعيقب لي انتي بعلاقة بشي حد وديما كتخرجي في واحد الوقيته وكترجعي في واحد الوقيته واحد اخرى يعني ركي كتعيقي انا خدي نقولها الالياس رغم ما بغى تشوفك قل يا وخا تلاقى وقلصو في واحد الجردة ودواتي هيويا اذا كنت يبغيها نعاونكم ودزوجو وددروا الحلال مع بعضياتكم ماما كانت عارفة شنوقع لي في الماضي ديالي معاه حيث واحد بنت خالتي كانت قريبا مني كنت كنعود لها كل شي هي نط عودة الاختي واختي عودة الماما وخادي شي كامل ما جاوش قالوا لي فوجهي ولكن كانوا تلوحوا لي الهضرة اوافاش دوات معاه كانت بغى تزوج بيا لكن بصح بقى كندر معاه شي حاجة في الاحرام هو مشاقل هالدارهم وما يتسيفو عليا بمعنى الكلمة بمعنى انه هاد الشي ارادية بصح وماشي ديال بالعاني بحيلة مو كانت بغيتني غير نرجع لي هالطريق واحد نهار نزيد في حالي ما يكملش معايا مكانش كتخيلو غادي تزوج بيا ولا غادي تطلبها باش انهم ميخطبوني قلت لي يا شوفي بنتي نهار السبت غادي نجي ونخطبوك قيلة وهو هي كلها من فخة داز يزوج سيمانات السبت فيه جاو ودخلوا عندنا الدار وكبرنا بهم ودرنا الحلاوي الحليب التمر بستيلانت وماما للخير هما حدهم جابوا الحلوة ومشموهم ديال الورد فاجدخلوا عندنا اختهم امو كانتو انا فرحانة وما قد داني فرحة ولا بترقفتين ديالي ووجات عندي صاحبتي وكينين اولاد خويا واخوتي ما احنا كنا ما شاء الله غير خطعة عائلة كبيرة وهم فاش شافوا الدار عامرة كان عند بالهم باللي انهم احنا عارضين على الناس قلت نهبط وسلمت عليهم على امو واختو ومرت عمو اللي كنت كان عارفة ودرتها سي ما تنعرفهاش قلتنا معهم ما بغيين شي يدوي وغير مخنزرين ماما بدأت كدوي معاهم وما بدأوا كيلوحوا الهضرة اختو ضارت عندي اختي وقالت ليها علش عدبتوا راسكم بالبسطيلة والحلاوي حنا راجعين غير نضربوا دوائرة ما كان لاش توجدوا هاد الشي كامل بقى في الحال وما تطرتش ليها وضارت عندي اختي وقالت ليها اختي وقالت نقضت اختي وقالت ليها لا تقول ليش بحالها هكا وقالت تخنزر في بنتها وقالت ليها سكتينتيا احنا راجعين باغينها ولكن غير ماشي دابا حيث الباقين صغار وباقين مازا ما كونوش راسهم نقضت اختي وقالت اختي وقالت اختي راخوها غير برغوش وما صرحش ليهز الزواج طلع ليها الدم ومع اختي اصلا عصاب يوم ما عمرها باغاه ولا باغته معا ديما كانت تقول ليها ما عندك ما دريبه وماشي المستوى دير اختي قالت لاخته شوف يا فلانا راهيلي باغاه اما احنا ما عندنا نديرو به وما كيلاش تعدوه راسكم من ينجين غير باش تجيبوه دوائرة بدوك يدوه على صداق انتقات اخته لكن انت متفقة معا على صداق قلت له اها ايواجحت احنا نتفقو عليه علما انني اعلمت بابا بللي انا وما نجبدوش هاد الموضوع وقلت له على اساس بللي انني ماذا يصحب على صداق اختيت جانب انا قلت لنجبوه المهم اختيت جانبه لم تجبوه هذه الموضوع لرجالة دعوهم يتفقوا ويتفاهموا احنا بناتنا ما بغين نبيعها ولا رخيصة عندنا لتنقشوا على هذا الموضوع المهم اختيت جانبه بيها يخشل اختيت المهم قالت انخطبوه من دابا ومن هنا العام ونجدوه شيء رسمية لا احنا عندنا اللي يريد اخطاب شهرين 3 وينجدوه العقد وذلك الساعة يدبر رأسهم ويقرروا كيف ينبغوا في حياتهم المهم هو أن تنقشوا ولم أعجبوا حياتهم ومشوا في حالهم وهو كان فرحان تسفت لي المساج راح نتفاهمنا مع أخوك واباك ورابة عجبوا الحال وراضي على الوضعية فاشتركوا في الموبيل ومشيت عند أخي وقال لي تدريبا ودراوش ولكن راجل أخته يدوي بالهضرات العيالات المهم ماما تسيفت عليها فاشمشوا وقال ليهم انا بغيت نتزوج بها وانا ذاك ببا كان فرح وبغاني وعجبوا بزاف دارنا وقال لولده ما غلقوش حسن من هاد الناس متدينين وبعقلهم ماما بقاش كدوي معايا اخته كذلك ومثال بحيلة انا السبب حتى تخاسم هو اخته فالجولية ما تدير العرص غادي تروا خلافات حياتش احنا ما كان ديروش اغاني كان ديرو غير انا شيذ وهم ما بغين يديرو اغاني دازل العرص كله مشاكل شين نقش معاشي مال هذي دوت معايا بحال هكا اخته كان تعيط على اختي بسمي تالي كانت تعوجها زع ما كتستعزئ منها ما عجبنيش الحال وانا خسر على راسي وعلى ليلتي سبال انت على الفلوس حتى حد ما عاوني دارنا قالوا لي يا انتي اللي بغيتي اضبري راسك ما عندناش باش نعاونوك ماما هي اللي تخسخات معايا واللي تضعيفة وانا يالله كنت خرجة من واحد المرضى ليش داتني في الفراش المهم دزوجنا وبقيت في الدار مرة كي يجي عندي مرة كنت لقى انا وياه ودارهم ما كان دويش معهم بقيت نقلبه على الكرة ولقينا واحد دار ما بين دارنا وما بين دارهم انا خدامه وهو خدام وانا اللي كنت كانت تطالع منه بدنا كنت تعاونه حتى شريت بيت الناس والماكينة الصابون والتلاجة غادي تعطيها لنختي المهم انا شخصيا تكلفت بكل شي جمعت راسي وخليت تبرهيش وقلت صافي انا دبا مع انسان تبغين وتنبغيه وغادي نتفاهم واخد المشاكل كلها بدنا كنعيش مع بعض نوسط المشاكل كنت يتبعني ويرجعني اموت صاحبت معي من اول وجديد وبدأت تسولني شو تيذير الياس وش باقي تيكمي كنت تدوي معاوض قوليه اشنو تنقوليها انا على اساس زعما اراني انا كنحررش على ولدا وليت انا فصلا يريك الانسان الخيبة وسط منهم كنت اعلانيتي وحمره عزكم الله تمقى غير كنعود ليه من بعد شي مات قلت لي يا ناخد كريدي وليت انا اللي تنخلصه وغرقت وكملته على عام ما بقى عندي مال لبس بعد المرات كان ناكل بعد المرات لا صافي تنقول ما شي مشكيل المهم دارنا ما يعرفوش هادشي حتى ولو كيلاحظوا بلي انا وليت حالتي بدأت ما مرة مرة كتشري لي اشي حاجة عمرني مادرة عراضة لا لدارنا ولا لدارهم اللي بقى فيهم الحال امو كدوي من جيه واختو كدوي من جيه جاء العيد الكبير وما بغوش يخليوني نمشي لدارنا ما تفاهمناش تخاسمنا وضربنا قدام ماما من بعد ما بقىش كان قبل انا نمشي معا لدارهم وغير حاضي معي لانا نحي يدماني الحامل وكاتبا المكلامه بلي انا هو كان كأنه بحيلة شي واحد مصي حيتاش يجيب شي كلام ديال دارهم دلت الوقت وجاء عيد الكبير وحد اخر وتخاسمنا مجديد وما تفاهمناش ضربنا واحد من ضربة اللي كانت خيبة مشيت لدارنا ورجعني ويضعني كما تفاهمن من الصعود والمشي الى كامل يمشي له في السر و الكرة و في الوي في و 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 كن حسبي قراصي بني أنا مزيهره درهم في الخر ما كاتبها عليا سوف يسلفون دارهم حتى يأخذوا الهوندا ويسلفون الاخته ويأخذوا 2000 درهم في الشارع لكي أرجعها لكي يأخذها ما بدك يخدم هو أصلا 2000 درهم لم يكن قطشت له يعني بزيز لكي يكمل ذاك الكريدي وفلوس الدار لا يوجد لكي يأخذ كل شيء سوف يقول لي بيعها لا يوجد لكي يأخذ بيعها فغير الخسارة هنا في هذا الوقت أنا سأحمل ببنتي ولم أريد أن أحملها قلت لي فوجهة وعمرها معرضتني لشي عرضها في الدار في العيد الكبير حي ذاك لي الكبدة من يدي وعرف أني أنا حاملة الضرب تانويها تخاصمنا خصوصا أنني إنسانا ما كتصبرش وكان دافع على حقي لكنت مظلومة بالمختصر المفيد غادي ندفع لي في واحد البلصة اللي أنا فيها خدامة وغادي يقبلوه وغادي يخدم ثلاث شهور غادي يصاوبوا لي الوراق فش بدك يدفع باش يبقى معهم واحد السيد كان أعطاه كيف تنقوله قهيوة فرحا بدك الغرض اللي تقدر ليه والإدارة أنت عديك المؤسسة يصحب ليهم بلي أنا وخدار شوه مع تفاصيل وحدة أخرى فعيا ما يطلب فيهم ولكن ما بغاوش يرجعوا للخدمة أنا غادي نعيت للبنت اللي دفعت لي في اللول وقات لي بلي أنه ما نقدرش أنا ما عندي ما ندير لي هدابة لأنه القضية تستورات جاتني هي السير يوم رد وكنت أنا ذاكي يلا هولدت بقيت كان بكي بالليل وبالنهار وهو تقول ليه غير سمحي ليه أنا راني ما قصدش ولكن ما قلش ليه بلي أنا راني أخديت فلوس المهم أنا فاشولت ماما كانت عرضت على الناس باش ندير السبوع وأنا كنت معوله أنا هو يعطني شي حاجة وأنا غادي نكمل من عندي قلت لماما بلي أنا هو ما بغيت ندير والو ولكن غادي نتسلف وصبرت ودوست سبوع جراج لخته ليحته هو عاون وعطاه فلوس باش أنا ويشري الدبيحة وغادي يدوز كل شي باخير ولله الحمد المهم لحد اليوم تنقول بلي أنا وخاصني مشي عن طبيب نفساني لأنا وليس كان فكر بزاف وخفت لأنا أنا مرض بحال أخوتي فاش كان مشي بدارنا كتبالي نفسية دي الختي واخويا باقية كيف ما هي وأنا ما تنقدرش نشكي على ماما تنقول باركة عليها غير هما كل مرة كان مشي حصة لعن شي طبيب نفسي كانت جيني غالية وكان حبسه تنقول مرة الجاية وكان عاود نمشي من أول جديد وكان بدأ نصيره ولكن ما تنكملش ما قدرتش على ذوك الحساس ماديا وهو فاش كي بدأ يشوفني تنفكرت يبقى يقول يا غير صبري معي يا لمية لا بيفرجها الله ولكن دارهم تيحاولوا أنهم ما يعونوش لأنه مزوج بيا وعليه كريدي عند والديه وما متاهل نش معاه فيه هو مكتأب وأنا كذلك فاش كان جوا من الخدمة كان بقانا كان عاود وهو كي عاود وكان حسو بلي أنه غريق متشبت بغريق وصافي في الأخير تلك القراصي بلي أنا اللي تناسبت مع وحد العائلة اللي دوزوها عليا ولي ممزياني نش ليا دفعت لي فش حال حاجة وكانت تمنى أنه ربي ما يخيبناش ويلقاه هو شي حاجة واخا صراحة نضيع أحسن خدمة العبرة من هاد القصة ديالي ديال اليوم هي كالتالي نصيحاً لأنها أنا الاية بنش هو أنها لم تهربırım بما المشاكل من مرحبهم وشaland اااون مر Working in the situation صفريًا شويةiously هاا دعي الله دعي دعي دعاة دعاة القادر puòته مر حدي مرحبت من المشاكل فيلك المدرق واتفح الناف كيف تكونوا في داركم؟ بعد دارها تجد حرية في داركم بالنسبة لي صراحة وخاكة مشاكل في دار ولكن الحمد لله كيف تفكر تفكر ميكلة و شرابة لف لفس اما كيف تجي تشوجي و كيف تكون المادة شوية ضعيفة فاقيف تفكر في ميكلة في اللفس كل شي كل شي ضول صراحة والله الزواج غير سهل خاصة الوحد يفكر في يجي تشوج و عادي يقول انا اغنقدر نجح في الزواج حيث وخاكة شكرا راه الزواج شوية صعيب اكترية فاش كش كوني بقى صغيرة وخاكة تقولي هادا كشي اللي غنعيش وزعمه في الحرام منعيش وأنا مجودة اهم شاكة معاك ولكن قاسك تتقربي الله بش يعاونك وسهل عكسي زوج صالح وربي يدر القناعة يخلي قانوعة حيث صارحة فاش مكش القناعة صعيب الحال صعيب الحال بثاف اكترية فاش كش كوني مدى شوية ضعيفة اخرى نعطيكم الابناء هما انكم مضايقوا وش قرائتكم القرائة هما القرائة هي اللي كتخلي اللي كتجيب لك الخدمة والخدمة اللي كتجيب لك الفلوس ويبش كش الزراسك تزي وليديك تزي مهم قرائة نافعك 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 كون انا زع ماما وقفوش معي دارنا ومدرشات ديبلوم بش كتجيب نعاون راسي فضل نحنا اللي نزع لي حت في اي وقت متعرفي شنو يطرالك قدر بابك يخرج من الخدمة انت تنوضي تعاوني راجلك متعرفي شنو يطرالك من هنا القدام الواحد يقرأ ويتشبت في قرايته ويحاول انه ويعاون راسه ويخدم الخدمة متقلسيش من الخدمة حتى غتحتاجي غتحتاجي والله يسترل اي وحده وكنت من اليوم الخير وتعما كنت من النوم يدعو معي ويسهل على راجلي ولقى خدمة والله يسترل الجامع عفكم اللي سمعت قصتي ادعي معي هذه حكايتي وهذه هي كانت حكاية لمية يا سيدة يا كرام سنجد لكم تعليق انكم تهونوا عليها تهونوا عليها واسأل الله انه يسهل عليك الامر وراجلك يلقى شيخ ديمة تعاونوا بها وتستقروا وتربيوا ذلك البنيتة وما تنسيش انك تحسني دائما وابدا ارسك وبنتك بالذكر مولانا سباح فرش تفقي وبالليل قبل ما تنسي لانه هو الحصن الوحيد اللي ربي غادي يحميك من بزاف دير امور خصوصا وانه يربيك الشر اينما كنتي هذه كانت حكايتنا الليلة اتمنى انها نالت اعجابكم واستفتوا منها ضمتوا في رعايت الله وحفظي سلام سلام